المشاورات اليمنية تنطلق في جينيف في السادس من سبتمبر وسط مشهد ضبابي وتصريحات غير متفائلة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث وصل إلى الرياض حيث التقى وزير الخارجية خالد اليماني وبحثا الإجراءات والترتيبات اللوجستية لجولة المشاورات اليماني أكد أن الحكومة تحرص على الاستفادة من هذه المشاورات لإحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة وأهمها إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن المدن وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وحل إشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية المبعوث الأممي من جهته جدد الالتزام بالمرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن منها القرار 2216 غير أن لغة التفاؤل غائبة لدى الطرفين حيث أوضح ناطق ميليشيات الحوثي محمد عبد السلام في تصريحات سابقة له أن ما سيجري في جينيف هو تبادل للأفكار ليس إلا مشيرا إلى أنهم لا يتوقعون شيئا من المبعوث الأممي أما الحكومة اليمنية فقد أكد اليماني مسؤولون آخرون أن الإنقلابيين الحوثيين معرقلون لكل خطوات السلام بدءا من مباحثات جينيف حتى الكويت لأنهم مرتبطون بطهران وأجندتها ويتلقون منها التعليمات ترجمة نانسي قنقر